المدينة السماوية وبين أربع شباب ولما أقول أربع شباب أعتقد عدد من المشاهدين كتير يعرفهم أربع شباب لوط راح بمزاجه لسدوم واخترها بمزاجه لكن دول اتخذوا قهرا واتخذوا سابيا لما نقرأ دانيال واحد نابوخ خزنصر حاصر أرشليم أيام الملك يهو يقيم تقريبا سنة 605 قبل الميلاد وقال لأشفنز رئيس خصيانه روح اختار أفضل شباب من بني هوزة نسل الشرفاء الأمراء فراح جاب عدد من الشباب بينهم دانيال الله يقضي حنانية الله يتحنن ميشايل اللي هو من مثل الله وعزاريا الله حصني أو الله عزي فأربع شباب الأربع شباب أحدثوا انقلاب في المملكة انقلاب ليه لأنهم عارفين هم مين وهم موجودين هنا ليه لما أقول أنا موجود هنا ليه أنا موجود صدقني يا سيس نظار وده أقوله لكل مشاهد إن أنا الزيارة اللي أكون جاي فيها ترونتو وحضرتك بتعمل كده دايما مجرد زيارة مثلا عشر تيام لو قعدت قدام الرب وقلت له عايزنا أعمل إيه وجبت وراء وقلم وراء في محتر ربنا وخططت وصلت الزيارة بيبا فيها إنجاز وبركة كبيرة لو جيت بعشوائية ومشت بعشوائية هعمل إيه فدول الأربعة راحوا غيروا أسميهم قدوهم دانيال سموه بيل تشاصر اللي هي حارس كنوز الإله بيل حتى وبعدين شادرخ ميشخ عبدناغو ادوهم أسماء غيروا أسماءهم لكن ما دروش غيروا قلبهم ولا قناعاتهم ولا انتماءهم الايدنتي بتاعتهم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر